بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء الطلاب والطالبات أهلاً وسهلاً بكم في مادة اللياقة والثقافة الصحية للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول المسار العام درسنا لهذا اليوم الحالات الطبية الطارئة محدثكم الأستاذ عبدالله بن محمد البقمي فأهلاً وسهلاً بكم في درسنا لهذا اليوم الفكرة الرئيسية من درسنا لهذا اليوم وهو الحالات الطبية الطارئة هو الوعي بأنواع الحالات الطبية الطارئة وخطوات الاستعداد وكيفية التعامل معها عندما نتحدث عن الحالات الطبية الطارئة ونأخذ كلمة الطارئة فهي حالات غير متوقعة حدوثها وتكون بشكل مفاجئ فيجب علينا أخذ التدابير لتجنب تلك الحالات الطارئة والتقليل من العواقب السلبية فنحتاج أن يكون لدينا دراية في النشاط البدني عندما يكون لدينا هناك إصابات قد تكون بليغة فإلمامنا بمعرفة هذه الحالات وكيفية التعامل معها بشكل إيجابي ورائع هنا نقلل من حدوث الإصابات بشكل مضاعف وقد تكون هذه الإصابات سواء في كرة القدم أو في أنشطة أخرى تمارس في النشاط البدني فيجب علينا كأفراد وكرياضيين أن نعرف ونتعلم ما هي الحالات الطبية الطارئة وطرق العلاج لها بشكل جيد ورائع وسوف تتعرف عزيزي الطالب في نهاية الدرس أولاً تصف مفهوم الحالات الطبية الطارئة وخطوات الاستعداد لمواجهتها وكيفية التعامل معها ثانياً تطبق الإسعاف الأولي لمصاب فاقداً للوعي يتنفس ومصاب فاقداً للوعي لا يتنفس ثالثاً تقدر أهمية الإسعافات الأولية في تقليل أثر الإصابات وحفظ حياة الإنسان نأتي لموضوعنا لهذا اليوم وهو مفهوم الحالة الطبية الطارئة والمقصود بها الحالة الطبية الطارئة عبارة عن حدث مفاجئ وغير متوقع يستدعي اتخاذ تدابير فورية لتقليل العواقب السلبية وفي مجال الطب وعلومه فإن الحالة الطبية الطارئة هي حالة خطيرة وغير متوقعة تنتج عن مرض أو إصابة أو عرض وتستوجب الحصول على الرعاية وهي الإسعافات الأولية على الفور لتجنب الأذى الشديد أو لفا إضافة إلى ذلك قد تكون الحالات الطبية الطارئة نتيجة الإصابات المنزلية، الحرائق، الحوادث المرورية والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والضواهر الجوية إذن مفهوم الحالة الطبية الطارئة كما ذكرنا لكم هي حالة غير متوقعة حدوثها وتكون بشكل مفاجئ وغير متوقع وينتج عن ذلك أنه قد تكون هناك إصابات قد تؤدي إلى الوفاة سواء الإصابات التي تكون داخل المنزل أو الحرائق أو الحوادث فهنا يجب أن يكون لدينا دراية كاملة فمفهوم الحالة الطبية الطارئة في المجتمع الطبي هي تعتبر حالة حرجة ويتم التعامل معها بأسرع وقت وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب نأتي للإستعداد للحالات الطبية الطارئة من أهم الأمور عند التعامل مع الحالات الطبية الطارئة أن يكون الفرد مستعداً لها من خلال التوعية والتثقيف الصحي والتخطيط السابق المدروس والإستعداد للحالات الطبية الطارئة يتضمن القيام بالتالي أولاً حضور تدريبات الإسعافات الأولية ثانياً وضع خطة الطوارئ وتطبيقها تجريبياً للتأكد من صحتها قبل وقوع الحالة الطارئة ثالثاً الاحتفاظ بمعدات الإسعافات الأولية في مكان آمن ويسهل الوصول إليه عند الحاجة ورابعاً التحدث مع أفراد العائلة عن كيفية التعامل مع الطوارئ الطبية والتأكد من أن الجميع بما في ذلك الأطفال على دراية بكيفية الاتصال لطلب المساعدة وكما تشاهدون هنا أرقام مهمة وهي أرقام الطوارئ مركز العمليات الأمنية الموحدة الرقم 9-1-1 والدفاع المدني 9-9-8 والهلال الأحمر السعودي الأسعاف 9-9-7 والدوريات الأمنية 9-9-9 ويجب علينا حفظ هذه الأرقام في مكان يسهل الوصول إليها عند الحاجة استعدادنا للحالات الطبية الطارئة يكون بعدة أشياء أولاً يجب أن تكون لديك دورات تثقيفية عن الإسعافات الأولية ومعرفة الحالات الطبية الطارئة بحكم السؤال لأهل المصاب عن كيفية وجود الإصابات وكيفية التعامل معها والحالة المرضية للمصاب وكما ذكرنا لكم أن يكون لك هناك خطة طوارئ يتم التعامل معها بشكل جيد ننتقل إلى طرق التعامل في الحالات الطبية الطارئة والحالات الطبية الطارئة تختلف من حالة إلى حالة والتعامل معها يعتمد أيضاً على معرفة نوع الحالة والوسائل المعينة لتجاوزها والخطوات التالية تشرح كيفية التعامل مع الحالات الطارئة بشكل عام وأول هذه الحالات إذا أصيب فرد حولك عندما يتعرض فرد حولك إلى الإصابة مثل الحوادث المرورية اتبع الإرشادات التالية تأكد من عدم تعرضك أنت والمصاب لأي خطر وإذا أمكن اجعل المكان آمناً على سبيل المثال إذا كان المصاب على جادة الطريق تأكد من أن المكان آمن وتجنب خطورة السيارات المارة ونبه السيارات المارة بوضع الإشارات اللازمة لتجنب الخطر لك وللمصاب إذن هذه أول الحالات إذا أصيب فرد حولك أولاً يجب أن يكون المكان آمن لك وللمصاب وتجنب أن يكون هناك سيارات مارة أو في خطر على الطريق نفسه وعلى المصاب فيجب أن يكون المكان آمن وسهل للتعامل مع المصاب اتصل بمقدمي خدمات الطوارئ الأمنية على الرقم 9-1-1 أو الطوارئ الصحية على الرقم 9-9-7 للحصول على سيارة إسعاف وإجراء الإسعافات الأولية الأساسية عند الحاجة وفي حالة الإصابات البليغة كإصابات الرأس والرقبة والظهر فينصح بعدم تحريك المصاب إذن عندما تكون الحالة لديك خطيرة يجب أن نتعامل معها بشكل آمن ويجب أن يكون لدينا هناك معرفة بالأرقام الإسعافات الأولية والاتصال بالهلال الأحمر لمباشرة الإصابات والتعامل معها بشكل صحيح ثانياً إذا كان الفرد فاقداً للوعي ويتنفس إذا كان الفرد فاقداً للوعي ولكنه يتنفس وليس لديه إصابات أخرى قد تمنع من تحريكه كالإصابات البليغة فضعه في وضعية التعافي وهي المقصود بها الإفاقة حتى وصول المساعدة وضعية الإفاقة هي أفضل وضعية لفرد فاقد للوعي ويتنفس وتستعمل هذه الوضعية لإبقاء مجرى الهواء مفتول وتفادي رجوع اللسان للحلق بلع اللسان وتسهيل خروج السوائل إلى الخارج في حالة التقيؤ وتفادي الضغط على الصدر خطوات وضع المصاب في وضعية الإفاقة كما تشاهدون أولاً تجلس على ركبتيك بجانب الفرد المصاب وتجعل أحد ذراعيه على شكل زاوية قائمة نشاهد الصورة إذن تجلس على ركبتيك بجانب الفرد المصاب كما تشاهدون هنا وتجعل أحد ذراعيه على شكل زاوية قائمة هنا يجب معرفتنا بهذه الحالات بشكل صحيح أيضاً تضع يد المصاب الأخرى على خده المعاكس وتبقي يدك لدعم الرأس كما تشاهدون تضع يد المصاب الأخرى على خده المعاكس هنا وتبقي يدك هنا لدعم الرأس شاهد الصورة جيداً تضع يد المصاب الأخرى على خده المعاكس وتبقي يدك لدعم الرأس أيضاً تمسك بيدك الأخرى الركبة البعيدة عنك وتطويها ثم تجرها إليك لتقوم بتدوير الشخص المصاب كما تشاهد هنا واليد الأخرى هنا كما ذكرنا تمسك بيدك الأخرى الركبة البعيدة عنك وتطويها ثم تجرها إليك لتقوم بتدوير الشخص المصاب على جانبه بعد ذلك بعد تدويره تسحب يدك وتميل بلطف الرأس قليلاً إلى الخلف وتفتح فمه شاهد الحالات التالية بعد تدويره تسحب يدك وتميل بلطف الرأس قليلاً للخلف وتفتح فمه بعد ذلك اجعل رجل المصاب مطوية بزاوية 90 درجة كما تشاهد هنا أن تجعل رجل المصاب مطوية بزاوية 90 درجة وتستمر في مراقبة الفرد للتأكد من استمراره في التنفس بشكل طبيعي حتى وصول المساعدة إذن هنا يقوم بمراقبة المصاب حتى يتأكد من عملية التنفس بشكل طبيعي ثالثاً إذا كان الفرد فاقداً للوعي ولا يتنفس عند إسعاف مصاب فاقداً للوعي ولا يتنفس اتبع الخطوات الإرشادية التالية أولاً حاول معرفة ما إذا كان المصاب قادراً على الاستجابة أم لا وحاول إيقابه عن طريق هز كتفيه ومناداته بصوت مرتفع وعلى مقربة من أذنيه بعد ذلك أطلب النجدة ممن هم حولك أو من المارة واتصل بخدمات الطوارئ الأمنية على الرقم 911 أو الطوارئ الصحية على الرقم 997 للحصول على سيارة إسعاف ضع المصاب على أرض أو سطح صلب وأزل أي وسائد تكون تحت رأسه كن حذراً في حالة تعاملك مع مصاب فقد وعيه إثر ارتطامه بشيء بعد ذلك تأكد من أن المجرى التنفسي مفتوحاً واستخدم أسلوب إمالة الرأس ورفع الذقن ثم بعد ذلك تحقق ولمدة عشر ثواني فيما إذا كان المصاب يتنفس أم لا وذلك بالطرق التالية التحقق بالنظر لملاحظة ارتفاع وهبوط الصدر التحقق بالسمع وذلك بوضع أذنك على مقربة من فم وأنف المصاب والتحقق بالحس بحيث تشعر بزفير المصاب على خدك إذا كان المصاب يتنفس ضعه في وضع الإفاقة كما ذكرنا لكم سابقاً وانتظر المساعدة ثم نأتي بعد ذلك من درسنا لهذا اليوم الحالات الطبية الطارئة وهي الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق اليدين فقط استخدم الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق اليدين فقط إذا لم تكن مدرباً على إعطاء التنفس الصناعي خطوات الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق اليدين وهي كالتالي أولاً تموضع فوق المصاب وضع راحة إحدى يديك على وسط صدر المصاب وضع يدك الأخرى فوق الأولى كما تشاهدون هنا تضع يد واليد الأخرى فوق يدك على صدر المصاب ثم بعد ذلك تقوم بعملية الضغط على صدر المصاب بهدف إعادة قلبه إلى العمل بواقع من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة كما ذكرنا الخطوة الأولى تضع يد فوق اليد الأخرى على صدر المصاب ثم تقوم بالضغط بواقع من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة ثم بعد ذلك تضغط بقوة وبسرعة على وسط الصدر حتى تصل المساعدة في نهاية درسنا لهذا اليوم ماذا تعلمت عزيزي الطالب والطالبة أن الحالات الطبية الطارئة هي عبارة عن حدث مفاجئ وغير متوقع يستدعي اتخاذ تدابير فورية لتقليل العواقب السلبية وأن الحالات الطبية الطارئة هي حالة خطيرة وغير متوقعة تنتج عن مرض أو إصابة أو عرض وتستوجب الحصول على الرعاية وهذه الرعاية هي تقدم الإسعافات الأولية على الفور لتجنب الأذى الشديد أو الوفاة وتعلمنا أيضا أن أهم الأمور عند التعامل مع الحالات الطبية الطارئة هو الاستعداد لها من خلال التوعية والتثقيف الصحي والتخطيط السابق المدروس نعيد ونكرر أرقام تهمك وتهمنا جميعا مراكز العمليات الأمنية الموحدة 9-1-1 ورقم الدفاع المدني 9-9-8 والهلال الأحمر السعودي الإسعاف 9-9-7 والدوريات الأمنية 9-9-9 نشاط منزلي لك عزيزي الطالب والطالبة اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي إذا أصيب شخص حولك فإن أول خطوات التعامل مع الحالة الطبية الطارئة لديك أربع فقرات اختر الإجابة الصحيحة السؤال الثاني كيف تتعامل مع المصاب إذا كان فاقدا للوعي ويتنفس وليس لديه إصابات أخرى قد تمنع من تحريكه لديك أربع إجابات اختر الإجابة الصحيحة ثم عرضها على معلمك في المدرسة ختاماً عزيزي الطالب والطالبة أشكركم على حسن استماعكم في درسنا لهذا اليوم وألتقي بكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته